محاولة جديدة من رئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي لإضغار نفوذه وسيطرته على مفاصل الأمن بعدما فشل سابقا في حملاته التي رامت إلى سحب السلاح المنفلت وحصره بيد الدولة إعلان ضبابي ومنقوص التفاصيل عن اعتقال القوات الحكومية ميليشيا سمتها عصابة الموت في البصرة التي اغتالت عددا من الشخصيات العامة في محافظة البصرة أبرزهم محافظ البصرة السابق محمد مصبح الوائلي والشيخ يوسف الحسان مسؤول فرع هيئة علماء المسلمين في البصرة ولم يفصل الكاظمي أكثر عن مرجعية هذه الميليشيا وداعميها بينما تؤكد مصادر أن عصابة الموت هذه تابعة لميليشيا حزب الله التي سبق للكاظمي أن اعتقل عناصر منها لكنه أطلقهم بعد عدة ساعات في تصرف يكشف مدى هشاشة الصطوة الأمنية وخلاف ذلك نفوذ الميليشيات فوق الدولة والقانون المفترض مصادر حكومية تحدثت عن نية الحكومة نقل المعتقلين من عصابة الموت من البصرة إلى بغداد بسبب ضغوط داخلية وخارجية للإفراج عنهم تؤكد مصادر مطالعة أن الكاظمي على علم تام بتبعية عصابة الموت لميليشيا حزب الله لكنه امتنع عن التصريح بذلك كي لا يتحرج أمام هذه الميليشيا ويثير غضبها حيث لا يمكنها القبول بالانتقاص من نفوذها وسطوتها علنا إخفاء التفاصيل عن العملية الحكومية يثير الشكوك حول مآلاتها وجدية محاكمتهم فمنذ انطلاق ثورة تشرين والميليشيات تقوم باغتيال الناشطين والمتظاهرين وتغيبهم قسريا في مختلف المحافظات وليس في البصرة فقط ومع ذلك لم تقم الحكومة باعتقال أي عنصر من الميليشيات وأقصى ما تستطيع فعله هو نسبة الانتهاكات ضد المتظاهرين إلى طرف ثالث مجهول التفاصيل فكيف سيصدق العالم أن مسؤولين بلا سلطة حقيقية يستطيعون اعتقال من لهم اليد الطولة في تعين أفراد الحكومة وعزلهم متى شاءوا